ألقت وزارة الداخلية القبضة على شخص قام بتحطيم زجاد المركبات في الشارع العام بمنطقة شارق الصناعية عفوا بوساطة عصا خشبية وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه تم التعامل مع الشخص فور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا عن الواقع وتحرك رجال الشرطة للنجدة إلى موقع البلاغ وتم رصد الشخص والقبض عليه وتبين أنه كويتي الجنسية وتمت إحالته إلى مخفر شارق ومن ثم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية حيث وجهت الاختصاص لتحقيق معه